اشتركوا في القناة الكثافة هو طبعا أول درس من دروس الفصل الثاني ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي أحد أحابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كتير وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ نجي الآن نتعرف على الدرس الأول وهو الكثافة بيدر الحصاد يجسد موروثنا الثقافي الفلسطيني على مر السنين في موسم الحصاد على البيدر صورة متأصلة في تعاون الرجال والنساء معا حيث يقوم الرجال بعملية التذرية باستخدام المذراء في حين تقوم بعض النساء بتعبئة القمح في أكياس والتبن في أكياس أخرى إذن بيكون في عندي مشاركة بين النساء والرجال شاهدت سلمة أخاها كريم البالغ من العمر 12 عاما يحاول تحريك كيس من القمح دون فائدة يعني كريم قاعد بحرك كيس القمح ولكن ما بيقدر يحركه فقالت له مازحة أنا أصغر منك سنا وأستطيع تحريك كيس أكبر منه حجما برأيك هل تستطيع سلمة تحريك كيس أكبر حجما من الكيس الذي حاول كريم تحريكه فسر إجابتك ليش سلمة بتقدر تحرك كيس حجمه كبير لاحظوا بحكيش وزنه كبير في فرق ليش لأنه الكيس اللي بيحاول كريم إنه يحركه أدقل ولكن سلمة تستطيع أن تحرك كيس أكبر حجم إذا كان الكيس خفيفا يعني لو فرضنا كيس قطن كبير ولا كيس حديد طبعا كيس القطن أدقل ما محتوى الكيس الذي ستحركه سلمة ولماذا؟ طبعا سلمة راح تحرك كيس التبن ليش؟ لأنه التبن اللي هو عبارة عن الكيس اللي هو عبارة عن القش الجاف أخف من القمح؟ أي الكيسين أثقل؟ طبعا بالتأكيد الكيس اللي بيحاول كريم تحريكه أثقل هل تؤيد محاولة كريم في تحريك الكيس ولماذا؟ طبعا لا لأنه صغير السن ويؤثر سلبا على صحته محاولة تحريك الأجسام الثقيلة طبعا لولاد صغار مش لازم يحركوا أشياء دقيلة ما احتياطات السلامة الواجب اتباعها عند رفع الأجسام الثقيلة عن الأرض لما نرفع إش عن الأرض الجيل إش لازم نسوي إش احتياطات السلامة لازم أنه يجلس الشخص القرفصاء يعني يتني رجله ويجلس على زي يعني زيك أنه جالس عند رفع الأجسام الثقيلة حفاظا على سلامة عموده الفقري فكر حجم كيلو جرام من القطن أكبر من حجم الكتلة نفسها من الحديد إش السبب؟ لاحظوا أنه التنين كيلو جرام هذا كيلو وهذا كيلو قطن كيلو والحديد كيلو لو حطناهم على الوزان على الميزان رح يتساوي طيب مين اللي حجمه أكبر يعني مين اللي بياخد مساحة أكبر من الفراغ طبعا القطن ليش؟ لأن القطن أخف من الحديد فبالتالي لازم يكون فيه عندي كمية قطن كبيرة عشان تعادل كتلة 1 كيلو من الحديد بينما الحديد الكتلة اللي بيكون وزنها 1 كيلو بتلاقوها صغيرة زي حجم أو أقل من حجم قبضة اليد طيب نيجي الآن لنشاط اتنين اللي هو بيحكي عن الكثافة طيب إش دخل اللي إحنا حكيناه بالكثافة؟ نيجي نعرف بدي ميزان حساس ومصطرة طبعا الميزان الحساس إش بضيفته عشان يقيس الوزن؟ بالضبط والمصطرة عشان ينقيس الأبعاد وقطع خشبية مختلفة الأبعاد منتظمة الشكل من النوع نفسه يعني عندي ثلاث قطع خشبية زي ما إحنا شايفين أبعادها مختلفة ولكن هي منتظمة الشكل يعني نفس الشكل كلها أول حاجة بدنا نقيس أبعاد كل قطع ونسجلها في الجدول ونحسب حجم كل قطعة ونسجلها كيف منحسب حجم القطعة؟ طبعا الطول في العرض في الارتفاع مش عنا أخذنا حجم متوازل مستطيلات في الرياضيات إيش بيساوي؟ الطول بالعرض بالارتفاع قم بقياس كتلة كل قطعة خشبية وسجلها كيف بدنا نقيس كتلة كل قطعة خشبية عن طريق الميزان الحساس؟ جد ناتج قسمة كتلة كل قطعة على حجمها وسجلها يعني بدنا نقسم الكتلة على الحجم الكتلة على الحجم كيف جبنا الحجم؟ من الأبعاد جبنا الطول والعرض والارتفاع كيف جبنا الكتلة؟ من الميزان يعني من الوزن طيب حنسجل النتائج الموجودة عندي في الجدول قارن بين النتائج التي حصلت عليها ما تفسير ذلك؟ آه طيب تعرف المادة بأنها كل شيء له كتلة يعني المادة طبعا أنا لو أجيت أني أشوف قديش الحجم على الكتلة أو الكتلة على الحجم في المثال السابق رح ألاقي دائما أن الكتلة على الحجم نسبتها ثابتة ليش؟ لأن المادة اللي أنا استخدمتها اللي هما المكعبات الخشبية التلاتة من نفس المادة كلهم مكعبات خشبية فالمفروض أن الكثافة لإلهم اللي هي بتساوي الكتلة على الحجم تكون ثابتة طيب تعرف المادة بأنها كل شيء له كتلة ويشغل حيزا إذن إيش تعريف المادة؟ هي كل إشي إله كتلة وبيشغل حيزا زي قطعة الخشب زي قطعة الحديد بتشغل حيزا من الفراغ إلها طول وعرض وارتفاع عندما تتساوي المواد المختلفة في حجومها يعني لما يكون الحجم للمادة نفس حجم مادة تانية يعني هذه حجمها واحد لتر وهذه حجمها واحد لتر فإنها تختلف في كتلتها وبالتالي نميز مادة عم أخرى باختلاف النسبة بين الكتلة إلى الحجم في المادتين التي تعرف بالكثافة هل قلت لو جبت أنا مادتين زي ما حكينا توي القطن والحديد قلنا إنه القطن والحديد صح الكتلة تبعتهم كيلو نفس الكتلة ولكن الحجم مختلف حجم القطن أكبر بكتير من الحديد مع إنه الوزن نفسه فبالتالي لما يكون الحجم متساوي الكتلة رح تختلف أو العكس لما يكون الكتلة متساوية الحجم رح يختلف فهذا الإشي بنسميه الكثافة الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة يعني قديش وزن وحدة الحجم من المادة يعني قديش وزن اللتر مثلا وقديش وزن المتر المكعب من المادة يعني قديش وزن وحدة الحجم من المادة وتحسب من خلال كتلة جسم ما إلى حجمه يعني قديش كتلة الجسم على حجمه الحجم بايش بنجيسه إما باللتر أو بالسنتيمتر المكعب أو بالمليمتر المكعب أو بالمتر المكعب الكتلة بايش بنجيسها إما بالجرام أو بالكيلو جرام فبالتالي لما نجيس أو نقسم كتلة الجسم على حجمه بنقدر نجيب الكثافة طيب وهي ثابتة للمادة الواحدة عند درجة حرارة معينة الكثافة بتظلها ثابتة لنفس المادة طالما درجة الحرارة ما تغيرتش زي ما شفنا في المثال أو النشاط السابق لقينا إنه كثافة الخشب أو القطع الخشبية اللي كانت عند التلاتة المفروض إنها تكون متساوية ليش؟ لأنه كثافة الكتلة أو كثافة المادة الواحدة ثابتة عند درجة حرارة معينة وتختلف من مادة لأخرى يعني كثافة بتختلف من مادة لمادة بس لو جبت عندنا سكر مثلا في فلسطين رح ألقي نفس كثافة السكر اللي موجود في الصين إذا كان نفس النوع طبعا ويمكن قياس الكثافة بوحدة كيلو جرام على متر مكعب أو إجرام على سنتيمتر مكعب لاحظوا الوحدة عبارة عن كتلة على حجم كيلو جرام على متر مكعب جرام على سنتيمتر مكعب لجرام والكيلو جرام هما وحدات الكتلة والمتر المكعب والسنتيمتر المكعب هي وحدات الحجم ويعبر عن علاقة الكثافة بكل من الكتلة والحجم رياضيا الكثافة تساوي الكتلة على الحجم يعني لو أنا بدي أجيب الكثافة لأي مادة في الدنيا بجيب الكتلة تبعتها يعني وزنها بحطها على الميزان وبجيب الحجم تبعها اللي هو الطول في العرض في الارتفاع إذا كان متوازي مستطيلات لأنه أنا عارف حجم متوازي المستطيلات ولكن مثلا لو كانت المادة عندي على شكل كرة فبالتالي بدي أجيب حجم الكرة وهكذا فبالتالي بدي نجيب حجم الجسم بنجيب كتلته بنقدر نجيب الكثافة عندي مثال مباشرة عشان نعرف نجيب الكثافة احسب كثافة عينة من مادة ما مدنيش اسم المادة ولكن أداني كتلتها وأداني الحجم تبعها كتلتها 178 جرام وحجمها 20 سنتيمتر مكعب طيب الكثافة زي ما حكينا حسب القانون بتساوي الكتلة على الحجم الكتلة 178 جرام الحجم 20 سنتيمتر مكعب إذن 178 على 20 على الآلة الحاسبة بتطلع 8.9 جرام لكل سنتيمتر مكعب هذه هي الكثافة الوحدات تبعتها نفس الوحدات اللي أنا استخدمتها في الكتلة والحجم يعني الكتلة بالجرام والحجم بالسنتيمتر المكعب بيطلع عندي وحدة الكثافة جرام لكل سنتيمتر مكعب هذا الاشي معناه انه كل جرام من المادة هادي او كل سنتيمتر مكعب عفوا كل سنتيمتر مكعب يعني كل وحدة حجم اللي هي السنتيمتر مكعب قديش وزنها 8.9 جرام طيب ما نوع مادة العينة في المثال السابق مستعينا بالجدول الآتي طيب هل بقدر اعرف من كثافة المادة ايش نوع المادة طبعا لانه المواد زي ما حكينا كثافتها ثابتة وينما رحت في العالم طيب الذهب هاي كثافته 19.3 جرام لكل سنتيمتر مكعب يعني كل سنتيمتر مكعب حجم وزنه قديش 19.3 جرام هذا الذهب لاحظوا انه تجيل ادقل من المادة اللي كانت موجودة عندي في المثال لاحظوا النحاس تقريبا جريب من المادة تبعتنا 8.92 أو 92 من 100 فبالتالي المادة اللي موجودة عنا هتكون نحاس لاحظوا قديش الكثافة للمواد المختلفة طبعا كثافة الماء هي 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب وعند بعض الكثافات للمواد اللي موجودة عندي كثافة الهواء لاحظوا انها صغيرة جدا 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 12 من 10.000 جرام لكل سنتيمتر مكعب ليش لانه الهواء وزنه قليل جدا في وحدة الحجم طيب نيجي الان لسؤال اتنين ما كتلة 1 متر مكعب من الهواء طبعا عشان نجيب كتلة 1 متر مكعب من الهواء لازم نضرب طبعا احنا عارفين انه الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم فبالتالي عشان نجيب الكتلة الكتلة بتساوي الكثافة ضرب الحجم يعني منضرب 1 متر مكعب ضرب الكثافة تبعية الهواء اللي احنا شفناها تحد طبعا لما نضرب اي رقم في واحد رح يطلع عندي نفس الرقم فبالتالي الكتلة تبعت الهواء هتساوي 12 من 10 تلاف جرام او كيلو جرام عفوا فبالتالي رح تطلع هذه هي كتلة الهواء يعني متر مكعب من الهواء قدش كتلته 12 او 12 زي ما احنا شايفين من 10 تلاف كيلو جرام وهي كتلة صغيرة جدا 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 فبالتالي لما بدنا نجيب الكثافة الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم بينما الكتلة بتساوي الكثافة ضرب الحجم طيب نيجي الان لنشاط ثلاثة كثافة السوائل عند المواد والادوات اللي هي كأس زجاجية عند ماء صبغ الطعام عسل وزيت بدنا نحط كمية من الماء في الكأس ثم نضف اليها كمية من الصبغة ونحرك جيدا حتى يتجانس المحلول ثم نضيف كمية من العسل الى الكأس وننتظر قليلا ونسجل الملاحظة اضف كمية من الزيت الى الكأس ثم سجل ملاحظتك يعني حطينا بالاول الماء مع الصبغة بعضيها ضفنا العسل بعضيها ضفنا الزيت طيب قارن ملاحظاتك بالشكل المجاور لاحظوا الشكل المجاور اللي موجود عندي لما تكون المية لحاله خلاص بتظلها المية لحالها الصبغة زي ما احنا شايفين لاحظوا انه الماء والعسل والزيت ما اختلطوش مع بعضهم البعض ولكن كل واحد فيهم بيلاقي انه بياخد موقع معين في الكأس طيب اكمل الجدول الاتي حسب ملاحظتك موقع السائل في الكأس الماء وين كان مكانه في الوسط طيب العسل في الاسفل طيب الزيت في الاعلى طيب احا ايش هذا بيدل مش احنا بنعرف انه الاشي الخفيف دايما بيكون فوق والاشي اللي تجيل دايما بيكون تحت فاذا العسل رح يكون ادجل من المية عشان هيك اتجمع في الاسفل بينما الزيت اخف من المية يعني كثافته اجل من المية فبالتالي اتجمع في الاعلى بينما الماء ضله في الوسط لانه كثافته بين الزيت وبين العسل فبالتالي اي من السوائل اكثر كثافة ولماذا؟ الاكثر كثافة معناها الادجل اللي هو ايش اللي موجود عندي؟ العسل العسل هو الاعلى كثافة ليش؟ لانه استقار في الاسفل لانه الادجل رح ينزل تحت طيب اي السوائل الاقل كثافة ولماذا؟ طبعا الزيت لانه استقار في الاعلى اذا قمت بوضع الاجسام الاتية في الكأس قطعة معدنية وقطعة فلين وغطاء بلاستيكي وقطعة اسفنج اينا ستستقر كل منها في الكأس طب القطعة المعدنية لما نحطها في المية ايش بيصير فيها؟ رح تنزل مش رح تطفو بينما قطعة الفلين والغطاء البلاستيكي لبلاستيك وقطعة الاسفنج رح يطفو رح يطفو على سطح الماء ليش؟ لانهم خفاف كثافتهم قليلة اذا تعد الكثافة من الخصائص التي تميز المواد من بعضها بعضا فعند درجة حرارة معينة اذا اختلط سائلان لا يذوب احدهما في الاخر فان السائل الاقل كثافة يستقر في الاعلى يعني لما نخلط مية وزيت المية والزيت بنفعش اخلطهم مع بعض فبالتالي الزيت اللي هو الاخف رح يطلع فوق والمية اللي هي ادقل من الزيت رح تنزل الى الاسفل فكر يحدث نسيم البحر بسبب الفرق بين كثافة الهواء الموجود فوق ماء البحر والهواء الموجود فوق الشاطئ يعني نسيم البحر ليش بسير بكون في عندي فرق في كثافة الهواء اللي موجود فوق البحر وفوق الشاطئ فبالتالي واحد منهم بيطلع فوق الثاني طيب بسبب الاختلاف بين درجة الحرارة للبر والبحر ولان الهواء الدافئ اخف من الهواء البارد مش احنا اخذنا قبل هيك انه الهواء الدافئ دائما بيطلع لفوق ليش لانه اخف كثافته اقل فبالتالي الهواء الدافئ اخف من الهواء البارد في الكثافة فاثناء النهار يتم تدفئة الهواء فوق الشاطئ بنسبة اكبر من تدفئة الهواء فوق سطح البحر ولان كثافته خفيفة فانه يصعد لاعلى ويحل محل هواء البحر البارد مما يسبب ظاهرة نسيم البحر يعني نسيم البحر ليش بيصير الهواء اللي موجود على الشط بيتسخن بسرعة اسرع من الهواء اللي موجود فوق المية فبالتالي بيردفع لأعلى وبيصحب من تحت اللي هو الهواء البارد اللي موجود على البحر فبالتالي بتصير ظاهرة نسيم البحر بسبب اختلاف الكثافة طيب نيجي الان لنشاط اربعة احسب كثافة الحجر طيب عشان نحسب كثافة حجر لازم نجيب وزنه وحجمه الكتلة والحجم طيب كثافة الحجر الحجر عندي مش شكل منتظم يعني لا هو مكعب ولا هو متوازم استطيلات كيف بدنا نحسب الحجم تبعه نيجي نشوف عند المواد والادوات بدي حجر صغير غير منتظم الشكل ومخبار مدرج او دورق اختبار مدرج وماء وميزان الكتروني حساس طيب نيجي لخطوات العمل قم بقياس كتلة الحجر باستخدام الميزان الحساس هذه سهلة جدا وكلنا منعرف نعملها بنجيب الميزان وبنجيس الكتلة للحجر قد ما يطلع يطلع احضر دورقا او مخبارا مدرجا وضع فيه كمية من الماء وسجل قراءة التدريج عند مستوى سطح الماء يعني اول حاجة بنجيب المدرج او الدورق فاضي او المخبار زي ما احنا شايفين وبيكون هو مدرج عشان اعرف قديش الماء وصل عندي وبنحط المية زي ما احنا شايفين في الصورة عند 30 في الفاضي طبعا قبل ما نحط الحجر فيه طبعا ليش احنا بنعمل هذه الخطوة عشان نجيس الحجم تبع الحجر لانه لما احط الحجر في المية المية رح تنزاح بحجم الحجر اللي انا حطيته فبالتالي لو اعرفنا قديش المية لانزاحة فحجمها بيساوي نفس حجم الحجر اللي انا حطيته في الدورق فبالتالي انا بالاول جبت الدورق وهو فاضي قسط المية عنده قديش مستوى المية عنده لنفرض انه 30 وبعد شوية ضفت الحجر ضع الحجر في الماء وسجل قراءة التدريج عند المستوى الجديد لسطح الماء صار مستوى التدريج زي ما احنا شايفين في الصورة 40 يعني كان 30 بدون الحجر لما ضفت الحجر صار 40 معناها قديش حجم الحجر طبعا هو الفريق بين القراءتين 40 ناقص 30 يعني قديش زاد يعني قديش علية المية هذا هو نفس حجم الحجر يعني حجم المية اللي انزاحت او اللي زادت او اللي طلعت لفوق هي نفس حجم الحجر طبعا ليش انا استخدمت هذا الطريقة لاني بقدرش اجيس حجم الحجر بالقوانين العادية لانه لا هو متوازم استطيلات ولا مكعب ولا كرة فبالتالي هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة عشان انجيس حجم الحجر فاذا 40 ناقص 30 بطلع عندي 10 سنتيمتر مكعب فبالتالي انا هيك باحسب حجم الحجر وبعد ما حسبت الحجم طبعا الكتلة جبناها باستخدام الميزان بقدر اجيس الكثافة مباشرة فبالتالي من السهولة ان نجيب الكثافة حسب الكتلة اللي طلعت عندي بنقسم الكتلة على الحجم بتطلع عندي كثافة الحجر عندي مثال كلفت معلمة العلوم والحياة للصف السابع الطالبة اسماء حساب كثافة قطعة معدنية غير منتظمة الشكل فقامت اسماء باستخدام الميزان الحساس لإيجاد كتلة القطعة فكانت 77 اجرام ثم وضعتها في مخبار مدرج يحتوي على 50 ملي لتر يعني 50 سنتيمتر مكعب ما فلاحظت ان قراءة تدريج المخبار اصبحت 60 ملي يعني كانت بالاول المخبار موجود في مياه قدش القراءة كانت 50 لما ضفنا هذه القطعة قدش صارت قراءة المياه 60 ملي لتر او سنتيمتر مكعب ثم حسبت كثافة القطعة كما يأتي كيف نحسب كثافة القطعة بدنا بالاول الحجم الحجم زي ما حكينا هو الفرق بين قراءة التدريجين اللي هو 60 ناقص 50 بالاول عندي لما انا مكنتش حطت القطعة قدش كانت القراءة في المخبار 50 سنتيمتر مكعب بينما لما ضفت القطعة قدش حجم المياه اللي زاد صار 60 يعني زاد 10 فبالتالي الفرق بين 60 وال50 10 يعني حجم القطعة المعدنية 10 سنتيمتر مكعب او ملي لتر طب الان بقدر اجيب الكثافة اه بقدر بسهولة ليش لانه عند الكتلة اللي هي 77 77 جرام فلو قسمنا 77 على 10 بتطلع 7.7 من 10 جرام على سنتيمتر مكعب وهذه هي الكثافة فبالتالي الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم اللي هي بتساوي 77 على 10 فبالتالي بتساوي 7.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب هذه هي كثافة القطعة المعدنية سؤال ما مقدار اللي هو 10 سنتيمتر مكعب لو بنا نحسبه بالمتر المكعب فبالتالي بنا نقسم على 1000 فبالتالي بيطلع الجواب 1 من 100 لما نقسم هذا المقدار على 1000 بيطلع الجواب 1 من 100 10 تقسيم 1000 عشان نحول من الوحدة سنتيمتر مكعب الى متر مكعب لازم نقسم على 1000 فبالتالي بيطلع الجواب 1 من 100 متر مكعب طيب لو انا بدي احول من متر مكعب لسنتيمتر مكعب بنضرب في 1000 العكس فلما نحول من الكبير للصغير بنضرب بينما من الصغير للكبير بنقسم هذا هو جواب السؤال لو انا بدي الحجم للقطعة المعدنية بوحدة المتر المكعب بالاستعانة بمصادر المعلومات المختلفة ابحث عن نوع القطعة المعدنية التي استخدمتها اسماء طبعا لو انا بحثت في النت شفت ايش هي القطعة المعدنية اللي كثافتها 7.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب رح اعرف ايش هي القطعة المعدنية اللي استخدمتها اسماء نجي الان لمثال 2 سبيكة ذهبية كتلتها 57 جرام وكثافتها 19 جرام لكل سنتيمتر مكعب فما حجمها الحجم او الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم طب الحجم ايش بيساوي الحجم بيساوي الكتلة على الكثافة من طريقة المقص بنبدل الكثافة بالحجم مباشرة فبالتالي الحجم بيساوي الكتلة على الكثافة بنقسم 57 اللي هي الكتلة على 19 اللي هي الكثافة فبالتالي بيطلع عندي الحجم 3 سنتيمتر مكعب طيب نيجي الان لسؤال واحد اذا استبدلت السبيكة الذهبية في المثال السابق بسبيكة ذهبية اخرى من النوع نفسه حجمها 9 سنتيمتر مكعب فما كتلتها وما اثر ذلك في كثافتها طبعا لو استبدلنا السبيكة بسبيكة اخرى حجمها مختلف يعني زودنا الحجم بدل ما هو كان 3 خلنا 9 طيب كيف نجيب الكتلة الكثافة انا بعرف انها ثابتة للمادة يعني ما بتتغير الكثافة رح تضل 19 والحجم مديني اياه 9 كيف نجيب الكتلة الكتلة زي ما حكينا من القانون بتساوي الكثافة ضرب الحجم فبالتالي الكثافة اللي هي ثابتة 19 ضرب الحجم اللي هو 9 بيطلع عندي 171 جرام ولا يوجد تأثير على الكثافة يعني الكتلة مهما كانت ما بتأثر على الكثافة الحجم مهما كان ما بيأثر على الكثافة كثافة المادة بتظلها ثابتة زي ما حكينا في اول الدرس طيب نيجي الان لسؤال اتنين ما كتلة الهواء داخل غرفة قياسها 6 متر ضرب 5 متر ضرب 4 متر اذا علمت ان كثافة الهواء 1.3 كيلو جرام للمتر المكع يعني اعطاني الكثافة وقل مقاييس الغرفة الغرفة عبارة عن ايش عبارة عن متوازم استطيلات مديني الطول في العرض في الارتفاع هل بقدر اجيب الحجم طبعا الحجم بيساوي الطول في العرض في الارتفاع والكثافة موجودة عندي هل بقدر اجيب كتلة الهواء بقدر الكتلة بتساوي الكثافة ضرب الحجم اللي هي بتساوي 1.3 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 اللي هما 6 في 5 في 4 اللي هما عبارة عن ايش عبارة عن الحجم حجم الغرفة فبالتالي بيطلع وزن الهواء 156 كيلو جرام انتبهوا للوحدات طالما انو الوحدات عندي بالكيلو جرام وبالمتر فبالتالي الوزن اللي رح يطلع عندي رح يكون بالكيلو جرام فبالتالي ضروري جدا ننتبه للوحدات اصدقاء العزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة اذا انتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات ايضا بتمنى تشاركوا الفيديو لاكبر عدد ممكن ولجميع اصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف اسفل الفيديو ايضا ياريت تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف اسفل الفيديو ستفيدكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والى لقاء جديد اشهد ان لا اله الا انت